ولقد آتينا نقمان الحكمة أن نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل ما نناه إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل إن فتكم في صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة ما توامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واضب من صوتك إن أنكر لصوات لصوت الحمير ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزم الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير